الشحن الفائق السرعة سوبر فاست شارجينج بقدرة 65 واط قادم لسامسونج وهل هذا الشي بالفعل مؤذي للهواتف او لا خلونا نكشف كل التفاصيل بفيديو وتقرير اليوم وبداية ولكل شخص يتابعني اتمنى منكم دعمنا بالاشتراك بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب بالاسفل وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقونوا بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه اولا باول اهلا بكم في فيديو اليوم اسلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم احباب المتابعين الكرام من كل مكان اذا القدرة على شحن الهواتف الذكية بصورة سريعة واحد من اهم المميزات الحالية اللي خلتها الشركات المصنعة للهواتف بهواتفها وهذه الميزة صارت ميزة شائعة جدا ويا المستخدمين وكذلك مرغوبة بشدة وهذا الشي يخليك ترفع قدرة البطارية لجهازك بسرعة كبيرة ومع اختصار للوقت بكل تأكيد مقارنة مع الولد فاشن او الطريقة التقليدية الكلاسيك بشحن الهواتف واللي تحتاج الى وقت اطول لاتمام عملية الشحن وحتى تستعمل هذه الميزة ميزة الشحن السريع كل اللي تحتاجه ان تكون هذه الميزة متوفرة بالهاتف وبالشاحن حتى تقدر تستفاد من هذا الشيء وتخلي بطاريتها مليئة بالطاقة بسرعة كبيرة خصوصا اذا كان عندنا كثير من الاشغال والاعمال وما نملك وقت طويل للشحن والان بالنسبة لميزة الشحن السريع فهذا الشيء مختلف من شركة الى شركة اخرى بصورة مؤكدة وكذلك قوة قدرة الشحن والسرعة ايضا كلها امور تختلف باختلاف الشركات اللي تقدم هذه الخدمة وبالحديث بصورة محددة عن شركة سامسونج فهذه الاخيرة اتقدم شاحن وشحن بقدرة 25 واط بدأت بتقديمة طبعا مع الاس 10 وزيدت هذا الشيء مع النوت 10 بلس اللي اجا مع قدرة شحن سريع توصل لل45 واط وهذا اللي يقدم شحن كامل للهاتف باقل من ساعة يعني من صفر الى 100 بالمية تقريبا والان اذا كنت تعتقد انه هذا الرقم ال45 واط للشحن كبير فانت مخطئ تماما لان سامسونج حاليا تشتغل على الشحن السريع بقدرة 65 واط الجالكسي كلاب وضمن بحث المستمر عن كل الامور والمزايا الجديدة بالهواتف اتوصل الى شهادة او سرتيفكت من سامسونج خاصة بالشحن او الشحن السريع وكانت الشهادة تحمل الرقم EPTA865 شحن سامسونج السريع بقدرة 45 واط كان يحمل رقم الشهادة او السرتيفكت التالي اللي هو EPTA845 واللي يعني الرقم الاخير او الرقمين الاخيرة 45 هو 45 واط ولذلك ومثل ما تشوفون الرقم للشهادة متطابق ما عدا 45 تم استبدالها الان بال65 ولذلك فالجالكسي كلاب متأكد تقريبا انه هذا الشي متعلق بالشحن السريع وممكن الان تتساءلون اذا كنا حنشوف هذا الشي والميزة الجديدة بالشحن السريع على الجالكسي S21 Ultra الحقيقة ما يوجد تأكيد او نفي من اي مصدر حاليا طبعا لكن ممكن ما راح نشوف هذه السرعة بالشحن على ال S21 Ultra وممكن السبب انه النوت 20 Ultra اجا بقدرة شحن السريع توصل لل25 واط واللي هو داونجريد عن النوت 10 بلس اللي كان يدعم سرعة شحن ال 45 واط وهذا معنى انه الى الان شركة سامسونج ما تقدم ميزة الشحن السريع ال 45 واط بصورة كاملة او واسعة او معتمدة بهواتفها ولذلك فما اعتقد راح يقفزون هذه الارقام ومباشرة يقدمون اعتماد كامل على الشحن السريع بقدرة ال 65 واط الخارق على هاتف ال S21 Ultra ولكن مع ذلك ما راح نفقد الامل بصورة كاملة دائما اكسبكت ذا انكسبكتد او توقع الغير متوقع كل شي جائز مع شركات الهواتف وخصوصا شركة سامسونج اللي عودتنا على ان تظهرن المفاجآت والان ممكن بعض المتابعين حيعلقون انه ماكو حاجة للشحن بقدرة ال 65 واط وشحن بقدرة ال 45 واط السريع يكون كافي وسريع والحقيقة شحن سريع بال 45 واط هو جيد جدا لكن مو سريع بما يكفي خصوصا وانحن بخضم هذه التكنولوجيا الحديثة اللي نعيشها والانشغال الدائم للمستخدمين فحاليا قدرة الشحن السريع ال 25 واط شحن من 0 الى 50% خلال 30 دقيقة اما اذا استعملنا الشحن السريع بقدرة ال 65 واط راح نتمكن من شحن الهواتف من 0 الى 50% خلال 15 دقيقة فقط تقريبا او اقل وهذا شيء اكثر من رائع وجدا عملي ويوفر كثير من الوقت واعرف الان ممكن البعض يتساءل ان الشحن السريع بقدرة ال 65 واط ممكن يكون مؤذي للبطارية بصورة عامة وبشكل اسرع من بقية الشواحن الحقيقة ما اعتقد هذا الشيء صحيح ابدا والكثير من المستخدمين ممكن ما يكون مفهوموا اياهم فكرة الشحن السريع بصورة صحيحة وشنو هي اسباب هلاك البطارية للهواتف هل حقا ان الشحن السريع بهذه القدرات هو اللي يدي اذي البطارية بداية لازم تعرفون انه اي حرارة وطاقة اضافية للبطاريات ما راح توصل ابدا من الشاحن لان اساسا موجود نظام متكامل بداخل رأس الشاحن واللي يحبس الطاقة والحرارة بداخل الشاحن فقط وهذا معناه انه الحرارة حتختفي وما راح توصل للهاتف اصلا اما الامر الاخر واذا كنتم مهتمين بسلامة طول عمر البطارية لهواتفكم فالافضل انه متشحنون الهواتف الى 100% بصورة دائمة لان هذا الشي بالتحديد يخلي البطارية under stress يعني تحت الاجهاد لان الليثيوم ايون باتري يملك عدد معين من دورات الشحن الخاصة بحياة البطارية وكل دورة تحتسب ابتداء من الشحن ووصوله الى 100% فتحتسب دورة وكذلك وصول الشحن الى 0 او 0 ايضا تحسب دورة فانت الان بين وصولك للصفر او 100 راح تحسب دورة حياة وحدة للبطارية فلذلك الان بعض الشركات مثل شركة توسلا اللي تصنع السيارات الكهربائية هذه الشركة ما تخليك تشحن البطارية لأكثر من 80% كلامنا هنا للاشخاص اللي يقولون انه ما يحتاجون شحن فائق السرعة لان بالمعتاد يتركون هواتفهم على شحن طول الليل هذا الشي هو السبب الرئيسي الاكبر لنهاية عمر البطارية ودمارها التدريجي لانك توصل البطارية للمية بالمية كل ليلة ويوم فاي شخص يحب يحتفظ بطول عمر البطارية الهاتفة لازم يتجنب هذه الشغلتين انه ما يخلي البطارية توصل لزيرو ولا يخليها توصل للمية دائما حاولوا تخلون لفل معين يعني مثلا بين العشرين بالمية الى الثمانين بالمية او الخمسة وثمانين بالمية او حتى التسعين بالمية خليكم دائما بين هذا الرينج والان يا اصدقائي الاعزاء البتم لاين والزبدة بطاريات الهواتف الحديثة تكون ذكية بصورة كافية وكذلك الشواحن السريعة ذكية ايضا بشكل كافي لاحتواءها على شريحة داخلية تتحكم بصورة ذكية بالشحن لذلك فالشواحن فائقة السرعة مثل الخمسة وستين واط ابدا ما راح تأذي هاتفك باي شكل من الاشكال الاستخدام الخاطئ وهذا ما محصور بالشاحن الخمسة وستين واط ممكن يحصل باي شاحن سواء قدرته خمسة وعشرين واط او خمسة واربعين واط وعلى اي حال هاتف الوان بلس ايتي راح يتم اطلاقه ايضا مع قدرة شحن خمسة وستين واط للشحن فائق السرعة هذا الشي راح يخليه بمقدمة الهواتف الداعمة لهذا الشحن ويخليه يدخل عصر السرعة بشحن الهواتف الذكية ويبقى السؤال الان فيما اذا كانت شركة سامسونج حتقوم بهذه الخطوة قريبا واي هاتف محظوظ حيحصل على هذه الميزة لأول مرة من سامسونج وخلص وصلنا وياكم لنهاية الفيديو والتقرير اتمنى يكون مفيد لكم احباب المتابعين لا تنسون مواصلة دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد اللايك يساعد بنشر هذا الفيديو الى شريحة اكبر فلتقصرون من اللايك اصدقاء المتابعين وخلون يعرف اراءكم عن الشحن السريع الفائق بقدرة 65 واط ووصول الهواتف سامسونج واذا تحبون تشوفون هذا الشيء بسرعة بهواتف سامسونج او لا لأي سؤال او استفسار بامكانكم التواصل ايايا على حساباتي على الفيسبوك والانستغرام وتركوا تعليقاتكم بالاسفل شكرا لكم على حسن المتابعة وان شاء الله نلتقوا اياكم بالفيديوهات واللقاءات القادمة في امان الله